قبل من نروح للمباريات كان عندنا اجتماع مهم جدا بين الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط مع مرسيل كولر وجهازه الفني أو برينجر المساعد وطبعا في حضور المترجم دكتور خالد الجوادي وكان هناك نقاط مهمة جدا متعلقة كمان بقطاع الناشئين يعني طبعا فرس البيان موجود الكابتن الخطيب اجتمع مع كولر وبيبو وقيادات قطاع الناشئين عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعا بعد ظهر اليوم جمع كل من مرسيل كولر المدير الفني الفريق الأول ومساعده كارل سبرينجر والكابتن خالد بيبو مدير الكرة والدكتور خالد الجوادي القايم بعمل الترجمة ومن قطاع الناشئين كان موجود الكابتن وليد سليمان رئيس القطاع والكابتن بدر رجب المدير الفني جرى للاجتماع في إطار رؤية الكابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكرة للحفاظ على التواصل المستمر بين قطاع الناشئين والدرجة الأولى ووجود تنصيق كامل بشأن الأمور الفنية والاستعانة ببعض العناصر المميزة من قطاع الناشئين للفريق الأول وإتاحة الفرصة لأي منهم في المشاركة وفقا لرؤية مرسيل كولر عندما تسمح الظروب بذلك كما تطرق الاجتماع إلى تقييم بعض عناصر القطاع الذين تم الاستعانة بهم في معسكر الإمارات الأخير وتحدى سكولر بإيجابية واضحة عن إمكانياتهم الفنية والبدنية وقدراتهم على الانضمام للفريق الأول عند الاستمرار في بز الجهد واكتساب الخبرات اللازمة جاء في الاجتماع أيضا حديث الكابتن بدر رجب عن وجود عناصر أخرى مميزة في فرق القطاع المختلفة وكلها تبشر بمستقبل طيب أعتقد أسامة مهم جدا أن أنت يكون عندك ربط ما بين قطاع الناشئين وما بين الفريق الأول وإحنا هناك في خط أحمر تكلمنا مع صفر اللاعبين في الإمارات وقلنا مهم جدا أن يكون تواصل ده وتكلمنا حتى في فلسفة القطاع أن هي ليست البطولة ومع أن النادي لالي مهم جدا يزرع صفة البطل في لعب القطاع ولكن مش دي الغاية هي وسيلة أن اللاعب لما يطلع الفريق الأول يكون قد ضغوط البطولات وأعتقد مهم جدا أن احنا نبدأ نشوف خصوصا أن احنا لسه كنا بنتكلم عن كوكا وقديه ولعب عنده شخصية طالع من القطاع كتير جدا من اللاعبين طالعين من القطاع عندك دلوقتي محمد هاني عندك محمد عبد المنعم الشناوي تبدأ تشوف في مراكز كتير جدا هتلاقي لعبين يا أسامة طالعين من القطاع وأعتقد طبعا كابتن رامي ربيعة أنا هنا مش بتكلم على اللي طالع حديثا أنا بتكلم أن دايما بيكون عندهم حتة كده اللي هي لها علاقة بالقيادة كمان يا أسامة ده حقيقي وده شيء إيجابي جدا وشيء إيجابي كمان أن أنت لما فكرت فيه فكرت على جانب اللعيبة المحلين وأيضا اللعيبة اللي أنت يعني استقدمتهم من غانا وكان موجود كارروس برينجر لأنه والمفترض مسؤول عن تطوير يعني اللاعبين في الجهاز في الفريق الأول أو كمان قطاع الناشئين وطبعا كابتن خالد بيبو مدير الكرة كان عارف كل فريق في قطاع الناشئين هو طبعا متواجد بصفته مدير الكرة لكن كان أيضا رئيس قطاع الناشئين السابق قبل كابتن وليد سليمان وطبعا أنا بسج جدا في كابتن وليد سليمان كابتن بدر رجب وعين كابتن بدر رجب الخبيرة اللي أنا حاسس إن شاء الله بإذن الله أنه يكون في المستقبل القريب بعض من لعيبي قطاع الناشئين موجودين مع الفريق الأول بس كولر حط نقطة مؤهمة جدا هي فكرة بس للجهد إن أنت لازم تبقى عارف كويس قوي إن الفرصة مسهلة الفرصة صعبة أنت بتحط ضمن تشكيل أو قيمة أفضل فريق في قارة أفريقيا آخر أربع سنوات ده مش وجهات نظر أنت آخر أربع سنوات واصل لنهائي بطول الدوري أبطال أفريقيا أربع مرات محق منهم ثلاث بطولات والبطولة اللي أنت خسرتها كانت خاصة بظروف مباراة واحدة فقط لغير على أرض المنافس في هذه المباراة وهو فريق الوداد البيضاوي المغربي قادر تحقق ثلاث برونزيات في مونديال الأندية من أربع مشاركات أخيرة كل ده بيقولك إن أنت قدام فريق قوي جدا عشان أنت كناشئ أو كشاب تهجز مقعدك لابد من بس للجهد كبير جدا 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 وهي دي هوية أبناء النادي الأهلي